أهلا بكم من جديد مشاهدنا إذن الحديث لنهار اليوم في السبت السياسي سيكون حول اجتماع حيات التشاور والمتبعة والأمس الخميس وأهم القرارات التي خرج بها والقضية بتأجيل ندوة مزافرون الثنين إلى غاية السابع والعشرين من مارس للحديث أكثر حول هذا الموضوع نسعده باستضافة السيد جلالي صوفيانا رئيس حزب جيل جديد وأحد أعضاء تنسيقية الانتقال الديمقراطي صباح الخير سيد الكريم شكرا على قبول الدعوة ربما في البداية سيد جلالي صوفيان لماذا تأجيل ندوة من 18 فبريق إلى 27 مارس؟ لا أظن أنه مصطلح تأجيل ما يوالمش لأنه أنت تعرف أنه عندما يكون مش من مصطلح نقوله لأني تفضل أعطينا مصطلح تاك لا رانا يعني حددنا التاريخ بصفة نهائية لأنه سعيب عندما أنت لازم تعمل عملية من هذا النوع وينتج مع كثير من رؤساء الحزاب من شخصيات وطنية دائما يعني الرزنة ما تكون شوية صعبة لأن كل واحد عنده التزامات كل واحد عنده أشغال كل واحد عنده يعني نشاطات فكان التاريخ الموتي فموش تأجيل لأنه بعض أو المتفق عليه هذا هو التاريخ المتفق عليه لكن تأجيل في أطراف كانت تقول أنه تأجيل كان بسبب تعديل دستور الجديد هو اللي يخللكم تأجله لا أبدا أبدا شوف المعارضة عندها برنامج عمل الانتحاء عندها أهداف لتوصل لها ما رايش تخدم برد فعل السلطة هي عندها طريقها احنا وشي همنا هو بناء حقيقة يعني أسس للعمل السياسي الجاد وباش نبني إن شاء الله دولة القانون لنسعى كلنا إليها نعم لبناء دولة القانون الذي ربما تسعى إليها السلطة وتسعى إليها المعارضة أيضا من خلال تنسيقية الانتقال الديمقراطي قلتم أنكم من خلال هذه التنسيقية سيكون فيها وفود لتذهب إلى شخصيات سياسية في البلاد باش تكون مشاركة ويتمدل التنسيقية ثقل سياسي كبير حديثنا أكثر عن هذه الخطوة ربما الجديدة نعم في النقاش العام لدار يوم الخامس حول مضمون المؤتمر ما بين النقاط التي طرقنا إليها هي أنه مرة أخرى إن شاء الله نحاول ندير دعوة لكل الأطراف اللي عندها كلمة في المعارضة مهما كانت حتى ولما كانت معنا في هيئة التشاور فعدد من الأحزاب السياسية وشخصيات وطنية مدى بنا يكونوا معنا يشاركونا ويقولوا كلمتهم كذلك فقلنا نكونوا وفد من رؤس أحزاب ليروحوهما يتكلموا معهم ويقدموا لهم محتوى المؤتمر هذا أو الندوى الوطنية مهما كانت تسمية نهائية فنعم هذه النقطة أدريجت في الأعمال واتفقنا عليها نعم يعني هل لا تتوقع قبول جبهة القوى الاشتراكية لففاس الاستجابة لطلبكم بالمشاركة في ندوة الانتقال الديمقراطي؟ والله مش من حقي أن نقول هل رايحين يقبلوا لما يقبلوش نجم نقول لك هما في القائمة على رأس القائمة اللي نروحون نحاولون نقنعهم مرة أخرى بل من صالح الجزائر كلها من صالح العمل اللي يتقوم به المعارضة باش الأففاس يكون معنا هو طرف مهم يعني حامل رمزية كبيرة رمزية تاريخية كان عنده مسار في المعارضة مهم كذلك يقدر يلعب بالدور فحنا ما دابنا نشوفه الأففاس يقوم بهذا الدور ويتحمل النسبة من المسؤولية مع كل الإخوان في المعارضة فنظن ما كانش علاش يرفضوه هم حضروا معنا في مظافران الأول وإن شاء الله يكونوا معنا كذلك في هذا اللقاء المقبل طيب سيد جلالي صوفيان ألا ترى أن هذا المؤتمر الذي سيؤقت في 27 مارس المقبل يأتي في ظروف استثنائية نوعا ما شارع الجزائري على شفا حفرة يعني يغلي احتجاجات بدأت هنا وهناك نسمع بها عبر وسائل الإعلام غلاء المعيشة قانون مالي صدق عليه والآن بدأت تبدأ بثماره على أرض الواقع ظروف استثنائية تخلي من هذا المؤتمر استثنائي أيضا ظروف استثنائية ولكن استثنائية مزمنة لأن عندنا سنين وإحنا في حالة يعني يرتلها في الحقيقة شبه شغور تام على رأس الدولة نقص كبير في شرعية المؤسسات المؤسسات يعني ما تقومش بدورها كما لازم يعني كثير من الأشياء اللي راهي تخلينا يعني الأمور مايش سهلة فزيد عليه الآن انهيار الاقتصاد في الأفق مع مداخل البترول اللي سقطت تماماً كتر من خمسين بالمئة فكل هذا شيء يخلي المعارضة باش لازم يكون عندها أطروحها وبديل لتقدر تقدمه كمشروع للمجتمع نعم لكن أنتوما سيد جلالي صفيان قبل سنتين في ندوة التماظف هو أحد قدمته مشروع وقدمته مقترحات لكن هذه المقترحات ملقات حتى صدا سواء في الساحة السياسية وحتى أنا ملقاتش قبول شعبي يعني ما شفناكم أنكم مقدرتوش يعني تستقطبوا الشارع الجزائري نعم الأمور نسبياً كذلك لازم برك تعود تدرج هذا العمل في إطار شامل وين كانت موقع المعارضة سنتين من قبل في 2013 وين كانت المعارضة كانت ربما بعض الأحزاب تعارض باسم الأحزاب ولكن ليست هناك حاجة لنقولها هذه المعارضة ككل الآن كاين وجود لمعارضة ودليل شوف الخطاب تع السلطة دائماً تتكلم ويكون رد فعل على المعارضة المعارضة قالت المعارضة مش مليحة المعارضة ما تجلبش أيدي أجنبية فشي مهم جداً أن اليوم المعارضة فرضت نفسها ككيان حقيقي موجود على الساحة السياسية نعم سياسية الآن هذه خطوة أولى أنتم ما تنتظرون من مجتمع منذ أكثر من 53 سنة وهو يعني ما علموه وش هي الديمقراطية ما خلاواش يتفتح ما خلاواش يعمل بحرية ثم في لحظة ينتقل إلى مجتمع يتجند ويعمل بطرق حديثة إلى خيره فتدريجياً الأمور هي جاية عندما خلقنا هذه الحقيقة الوجود للمعارضة خلينا الفترة الآتية نعطوها بعد أكثر بعد مستقبلي لأن المعارضة في جوان 2014 جابت بتوصيف الوضع وتنديد بالحالة التي كنا نعيش فيها وتحذير من قبل يعني تحذير على الريهانات الكبيرة الآن الفترة هذه تطلب منها شيء آخر وهو تحذير بديل مشروع بديل لهذه السلطة لكن سمحني في هذه النقطة المشروع البديل شكونا حيتبنى هذا المشروع البديل لأن السلطة من المستحيل تتبنىها لأنه رأيكم تعرضوها بطبيعة الحال والشعب رافض يتبنى المشروع وتعكم لا الشعب ما شرفض بالتالي لأنه ما حققتوش التفاف شعبي شاهدنا سمحني جليل صفيان شاهدناكم يوم احتجاجات الغاز الصخري في ساحة البريد المركزي قلتوا ننزلوا للشارع ونلموا معنا الشعب يعني شفنا يعني إقبال محتجم ربما حتى مناظرين الأحزاب تكون ملتفوشا لا لا ما شي بهذه السهولة أنت تعرف صعوبات باش تخرج في الميدان و باش تخرج في الشارع خاصة في العاصمة بالأمانة لقين في ورقلا أظن في احتجاجات الغاز الصخري نعم كنا في ورقلا وفي عين صالحي لخير نعم المهمة وشهنة لازم نفهم أنه الشعب ومن حقه دار تحت المجهر المعارضة والطبقة السياسية ككل هو راح عنده حكم على السلطة وعلى باله ما يتقش فيها وعلى باله باللي يعني ما راح تجيب له أي شيء يتقش في معارضة؟ هنا وين لازم رأنا قلنا تحت امتحان الشعب ينتظر هل المعارضة جدية أم لا هل لها يعني فقط وعود ولا قادرة على تحقيق هذا الوعود فهمني حقه الشعب يعني ما نطلبوش منه أنه خرج راجل ولا حزب سمحني فقط نعم سمحني فقط ربما يجند في نفس سؤال زميل محمد لكن بسؤال آخر بصيغة أخرى خطابكم عدمي سيد جلالي صفيان شعب حب خطاب آخر من قبل المعارضة خطابكم كثير عدمي مكاش مؤسسة فقدة شرعية غلاء المعيشة البلاد هذه تعب يعني تعب من السلطة وتعب أيضا من خطاب المعارضة كيفاش تحب وثيق فيه خطاب هو أصلا ما وشمع حنا كان من من الفروض انظهر عيوب السلطة الحالية هذه هي الفترة الأولى أما الآن وانا موافقك لازم ندخله في مرحلة تانية المرحلة تانية هي واش تقدر تقدم المعارضة كمعارضة ككل حنا المشروع المشروع البديل واش هو ما واش برنامج لحزب أو مشروع مجتمع لأن هذا مستحيل يعني بركوا لحبنا نلغيو الديمقراطية الديمقراطية يعني تعني تعدد في مشاريع المجتمع تعدد في البرامج إلى خير المشروع تعد المعارضة اليوم هو أنه نبني مع بعض دولة القانون للسلطة ظهرت لما عندها حتى إرادة باش تبنيها هذا هو المشروع الأساسي واش يجيب تيار إسلامي مع تيار ديمقراطي مع تيار لائكي مع تيار وطني باش نجتمعوا كلنا في طاولة واحدة هو القواسم المشتركة واش هي هاد القواسم المشتركة هي كيفاش نبني وقواعد لعبة عامة لكل واحد منا يدخل فيها عندما كاين مثلا تنافس في الرياضة أو في أي شيء كاين أولا وقبل كل شيء قواعد لعبة عندما القواعد لعبة تكون ظهرة وشفافة وكل واحد على باله بها هادك الوقت ندخل في التنافس فهنا هاد الفترة كيفاش نبني وهاد القواعد المشتركة نعم تذكرت قلت بأنه تنسيقية الانتقال الديمقراطي تضم مختلف الأطياف السياسي يعني من أحزاب يسارية يمينية أحزاب إسلامية أحزاب رائيكية متشوفشون ربما هذا الخليط السياسي تنتج عنها ربما صراعات حول من يتزعم المعارضة في الجزائر بالعكس بالعكس شوف أولا هذا هو قوة المعارضة أنه استطاعت أن تتجاوز كل هذه الانقسامات الإديولوجية اللي كانت صعبة جدا في التسعينيات نذكركم أنه كانت استضامات كبيرة داخل المجتمع ناجمة عن هذه الاختلافات الفكرية والإديولوجية الآن جاوزناها هذا نج من قبل الطبقة السياسية والمجتمع كذلك لأنه نشوفه أنصار الأحزاب ما مش يعارضوا في هذا المسار الآن قل نعود أن نأكد لو كان باش نديروا برنامج واحد وقوائم انتخابية واحدة ويعني مترشح واحد ربما يكون إشكال ولكن ما نشفي هذا الإطار إحنا وش حابين كلنا مع بعض نتفقوا على قواعد اللعبة لرح تنظم التنافس السياسي الحر والسليم طيب لما نتحدث عن السلطة وعن تموقع المعارضة في السلطة المعارضة في النهاية أساسها تغيير السلطة تريد أن تغير السلطة وتريد أن تعوض هذه السلطة بالضبط مثلما جمعتكم السلطة ألا ترى أنها قادرة على تفرقكم؟ السلطة الحالية عندها وسائل كثيرة عندها كل الجزائرين يعرفوا عندهم الأموال عندهم الإدارة عندهم الأسلاك عندهم كل فيدهم والمعارضة هي في الحقيقة عبارة على مواطنين لعندهم إرادة للتغيير ليرفدوا هذا الشعار ويحاولوا يحقوه في الميدان الآن كين موازين قوى نعم صحيح أن السلطة عندها نقاط قوة منها اللي ذكرتهم ولكن عندها نقاط ضعف والمعارضة كذلك عندها نقاط قوة ونقاط ضعف فنخليوا الأمور تطور والمواطن راح يتبع ويشوف وعندما تجي اللحظة الحاسمة خليوا المواطن هو اللي يحكم نعم فرضا أنه تمكنتم من الوصول إلى الشرعية تعاكم الوصول إلى السلطة راح يكون ربما فيها صراع آخر هو من يحكم لا سمحني لأنه أنتم في تنسيغة الانتقال الديمقراطي راح يمزيج كما قلت راح يمزيج من الأحزاب السياسية كل حزب عنده توجه داعو وعنده خريطة طريق خاصة به عنده برنامج شي طبيعي جدا وشي جيد لازم كل حزب عنده روح المبادرة عنده روح التفكير يحاول يخترع أفكار جديدة إلى خير هذا شي جيد حنا لو كان يعني وش هو المشروع أنه تكون مرحلة انتقالية مرحلة انتقالية وش معنتها في فترة سنتين أو ثلاثة في إطار شرعية متجددة ندير كل آليات تشريعية باش العمل السياسي يصبح شفاف ثم يتنافس المتنافسون ماكش مشكلة حنا ما نلغيوش التنافس بالعكس حنا نشجع التنافس ولكن تنافس سليم وفي إطار يعني ضار ما نقعدوش في كل استحقاقات انتخابات نعود ونرجعوه والأمور مزورة والأرقام مشهية وتغيرت فخلينا نديرو إطار وين ما بقاش فيه طعن ومن بعد كل واحد يضحقه من الشعب أنا أخدوه الشعب يعطي لك سفر الصوت الواحد يدخل ضاره وفرحان لأن دار الوجب نتاعه ولو أنه صعب ولو أنه صعب الوصول إلى هذا المستوى من الديمقراطية والشفافية ما كانش حاجة اللي يجيك بسهلة ما كانش والشعوب كلها لازم تمر من فترات صعبة شفناها وكل اللي ترتقي إلى مستوى عالي من الديمقراطية والتعامل السياسي والشفافية هذا لازم نوجه هذا هو الجهاد الأكبر ماش الجهاد نروحون نحطمه ونكسره ونقتله وكلش هذا مش جهاد طبعا سجل لي صفيا نحن لما اليوم المشاهد روي تفرج يقول بلي أنا تعبت من خطاب السلطة وخطاب المعارضة لازم يمدلي بدائل بدائل حقيقية اللي يقدر هو يقتنع بها ما هي بدائلكم الحقيقية اليوم للمجتمع الجزائري لراه يعيش لعديد لعديد من المشاكل وراه في حالة غلايا نعم المجتمع الجزائري أولا أولا لازم يطرح أسئلة على نفسه كذلك كل مواطن جزائري يطرح أسئلة واش نتارك تعطيل المجتمع كفرد لأنه عودوا كل واحد مننا أن ينتظر واش الدولة تعطيله هذا كان غلط فديح وخلى يعني المجتمع نوع من فيه شالل واحد الاتكال روح الاتكال وكل شيء المهم أنه الآن كان فيئة اللي خرجت من المجتمع وتمثل هذا المجتمع بمختلف الخيارات تتاعه راه يتحاول تبني في فكر جزائري لتدافع على المجتمع ككل على الدولة الجزائرية على الوحدة التحى على المصير التحى لأن الجزائر ما يشي اليوم في 2016 وفقط الجزائر من أعماق التاريخ إلى المستقبل الأجيال اللي جاية كذلك فإحنا وش نديره وش رحين نقترحه للشعب كيفاش نديره نقسه قواعد لتاع الدولة وين كل جزائري يصبح يحسب اللي الدولة نتاعه والدولة تحميه والدولة عنده حق فيها ويتابحه ولكن عنده حقوق عنده واجبات كذلك فعندما نصيب التوازن ما بين الحقوق والواجبات هذيك الوقت المجتمع يصبح متكامل ومتوازن هذا هو الهدف الأسماء نعم سيد جيريس في أنتم خلال اجتماع أول أمس الخميس كنت وخرجت ببيان مشترك وأهم ما جاء في البيان هو رفظكم لمشروع تعديل الدستور رغم أن هذا المشروع أن السلطة استجابت لبعض المطالب منها ممارسة المعارضة بكل أريحي إعطاءكم ربما فك الخناق نوعا ما من خلال وسائل الإعلام العمومية وأيضا إنشاء آلية لمراقبة الانتخابات لا ترى أن السلطة بهذه المطالبة وما وضعتكم في موقف محرج لا أبدا أبدا شوف السلطة هي تحاول تلين من مواقف المعارضة لأن المعارضة صبحت اليوم تعبها اليوم السلطة تأخذ بعين الاعتبار القوة تاع المعارضة فربما تحاول تعطي بعض الأشياء ولكن ما زالها ثانوية الأشياء التي تقدمها باش تربح رأي العام باش تقول للناس تقول لهم شوفوا المعارضة هي راديكالية وما تحبش ولكن في الحقيقة كلنا نعرف يعني مصطنعات كمواقف يعني لم تجيبش مثلا احنا تكلمنا على لجنة تكون مستقلة لإشراف وإدارة وتنظيم وتنظيم كما طلبكم في الأساس ولجنة لتنظيم في الدستور جاء لجنة لموراقبة لموراقبة لكن اللجنة الموراقبة شفناها من قبل في السابق ويزيد هذه اللجنة يعينها الرئيس ورهي استقلاليتها ما كان شيء استقلالية فهذا دائما هم يحاولوا يعطيه لك الشكل المضمون يخليه مفرغ نعم سجل لي صفيا يومنا متحدثوا على المعارضة في البلاد لكن فيها هيئات مدنية تمثل هذه المعارضة جمعة 19 كانت من بين يعني كانوا من بين الناس اللي كانوا طالبوا برؤية الرئيس ربما في رأيهم لأن البلاد تمر بمرحلة خطيرة مقري كان طلب منهم أنهم ينضموا للمعارضة لتنسيقية الانتقال الديمقراطي لكن مجموعة 19 ناقص ربعة لم تعطي أي جواب أنتما في رأيكم هل هؤلاء يمثلونكم كمعارضة وهل في خطوة لربما انضمامهم لكم في الأتمر المقبل لا أولا 19 لا 19 ناقص ربعة ولا ما يهمش يعني الأرقام هدوا داروا محاولة اللي كانت المعارضة طلبتها أنا شخصيا كنت طلبت يعني باش يكون وفد من المجتمع المدني أحسن يروح يتلقى مع الرئيس لأن هناك مشكل رئيس الجمهورية ما يتخاطبش الشعب منذ الآن ثلاث سنوات آخر خطاب بتاعه في 2012 ما ننساش أربع سنوات تقريبا أربع سنوات في شهر ماي فهناك مشكل الآن هدى 19 هم متكونين من أحزاب وكذلك شخصيات وطنية مجاهدين إلى خيره داروا هذا المطلب وداروا هذا التحرك وفقط يعني ما ما تحملوش يعني مسؤولية المعارضة ككل وما داروش خطاب معارض حتى في هذه العملية يعني طلبوا برك رؤية الرئيس ما ما عارضوش ولا رئيس ولا السلطة فهذا مشكل آخر الآن من بين 19 كاين شخصيات لي بالفرح والصرور يقدروا يدخلوا ينضموا لهيئة التشاور مثلا ما تلقيتوش رد من قبل أنا كان للقاءات عديدة مع المجاهد سيد الخضر بورقعة والراجل يعني عنده كل الصمع نتاعه وكل المصدقية وهو نظن في الحقيقة الطابعي نسيب المكان نتاعه داخل هيئة التشاور وربما بعد الإخوان ما بينهم اللي قدروا يلتحقوا ما فيه أي إشكال نعم يعني بالعودة الندوة المقررة في 27 مارس أنتما ركزتوا فيها على الحالة الاجتماعية اللي يعني منها الشعب الجزائري وفي بعض تهمكم بركوب موجة الاحتجاجات لشبتها مدينة واد الماء وبني ورتيلان وفي بيجاية وتكزيرت وغيرها لا هذا دائما نرد فعل سهل يعني من قبل المعارضين المعارضة المعارضة تقوم بالعمل تحال المعارضة لازم توقف بجانب الشعب وإلى لماذا ندير المعارضة باش برك نستخلف الناس ونروحوا القصور ونعيشوا بالأموال وباقتصاد الريع لا يعني توقف إلى جانب الشعب والشعب يوقف إلى جانبها لازم المعارضة خرجت من الشعب ولازم ندافع على الشعب في المطالب العقلاني لكن حاليا اليوم في هذا التوقيت تحديدا مع رياح ربيعربي مع موجة احتجاجات كبرى يخلي موقفكم محرد جدا كيف حتقنع الشعب الجزائري فضشي والبلاد ربما على فوهة ماش محرج اقتصاديا سياسيا والله يشوفي كتير من المحللين والناس يظنوا أنه الشعب موش فهم والله غير الناس فهمين جيدا وش كاين ويلتمسوا بالضبط لخطورة الوضع ويعرفوا وين يقدروا يروحوا وين ما لازم يروحوا ويعرفوا يعني صعوبة الأمر الجزائر تمر من فترة صعبة لماذا صعبة فقط لأنه كاين انهيار اسعار البترول صعبة لأنه رأنا في نهاية مسار تاريخي جيل حرر البلاد وسير البلاد يعني مدة تقريب الآن ستين سنة هذا يعني معروف بعد ستين سنة لازم تتغير الأمور فالناس اللي رأم دخل النظام مش حابين يروحوا نعم الناس هدو واحد ما حبش يترك السلطة واحد ما حبش يترك الامتيازات واحد خايف لأنه ربما ما قامش بالواجب كما لازم كل واحد مرضتكم تغيرات على رأس جهاز الاستعلامات ديارس لا ما وش كافي لا أبدا هذا هل الجهاز كجهاز تغير وفي الحقيقة يعني ما كانش لازم نفتحه هذا النقاش حول الجهاز جهاز أمني أنا ما شفتش ولا بلدي تكلموا على هذا شي هذا رأي يخدم تحت سلطة رئيس الجمهورية اللي هو يعنده وزير الدفاع يعني نعم يعني وزير الدفاع رئيس القوة قائد على قوة المسلحة هو رئيس الجمهورية هو اللي ينتخب عليه الشعب على الأقل شكليا فهو اللي يتحمل المسؤولية علش لدخله في طفاصيل اللي ما عندهش معنى نعم أنت قلت منذ قليل سيد جيلي صفيان فيه أشخاص يعني محبوش يتركوا الحكم وفيه أشخاص تركوا الحكم لكن اليوم عودوا له من جديد باش يبرروا تصرفاتهم خلال السنوات المسلمية ما نشعف له باش يبرروا تصرفاتهم وإلا هل عندهم نية أخرى المهم هو أنه عندما تكون قواعد لعبة شفافة يتقدم للشعب خليه الشعب يخير يا أخي وإلى خدمت مليح في الماضي ويحبوك ويعودوا يرجعوك مرحبا بك وإلى ما حبوك لازم تستعرف هذا مكان في رأيك ما هي نوايا خالد النزار بعد كل تصريحاته هل هي رفع لبس على مغالطات تاريخية أم هي لمصالح أخرى ربما والله بش ما ندخلوك دائما في نوايا تعالناس ونقرأوا وكتر من اللي عندنا حق نقرأ كمعارضة نعم كمعارضة أنا نشوف أنه بالفرنسية يقول لك لغوتور جي غفولي رجوع المكتوم ولا مش عارف كيفاش نقدروا نترجموه يعني في الطرق كانت صعبة جدا ونظن أن الناس اللي كانوا في السلطة واخدوا مسؤولية ما كانتش حاجة سهلة لأن الجزائر كانت رح تدخل في فترات اقتتال الناس تموت خلنا فيها يعني ماشي كانت رح تدخل لا عندما خداوا المسؤولية أنا نقول في 91 كان مازال ربما كانت بعض الاترابات كانت بداية فالناس هدو كان عندهم وعي أنه الأمور كانت رح تكون صعبة الآن 25 سنة من بعد ربما يحسوا باللي تهموا أكتر من لازم ولا حبوا عندهم نوع من كيفاش يحسس بالضنب ما على بلش خلي ولكن مليح للتاريخ عندهم الناس هذي تتكلم وتقول الحقيقة من الزاوية تحا ونخلي والمؤرخين يكتبوا لكن احنا كسياسيين اليوم مش رح نعود ونعقب ونديروا التعاليق على ما قاموا به عندها 25 سنة الآن وشي همنا في 2016 وما بعد المستقبل نعم بالعودة أيضا إلى ما يحدث في السحة السياسية يعني اضطرابات عدة تحصل على مستوى بيوت عدة أحزاب على غير ما يحصل في بيت زعيم الوزح النون وغيرها أيضا شاهدنا خلال فترة الأخيرة تاريخ شوقات سياسية نزلت بمستوى الخطاب السياسي في الجزائر يعني انت كرئيس حزب الجديد وشنو تعليقك على شوف ما تفصلش حزب سياسي من المجتمع المجتمع عايش حالة اضطرابات نفسية كأن نوع من مرد داخل المجتمع نعيشه كل في الشارع نعيشه داخل العائلات كتروح لمحاكم تشوف يعني أشياء غريبة جدا كل شيء هذا يصبح لاش لأن المجتمع مراش في حالة مستقرة فشي طبيعي جدا أنه هذه الاضطرابات تتنقل داخل المؤسسات مهما كانت مؤسسة دولة أو مؤسسات حزبية أو مؤسسات من نوع آخر فشي طبيعي جدا أنه توطر هذه العلاقات ما بين الأشخاص هو يعكس على توطر في المجتمع ككل الآن عندما عندك أحزاب يكون عندهم خطب قوي كي ربما يتحملوا مسؤولية لمعارضة السلطة كذلك عندها آليات وإمكانيات باش تخلق اضطرابات داخل هذه الأحزاب نعم في تنسيقية الانتقال الديمقراطي سيد جليلي صوفيا في أحزاب واعتمدة وفي أحزاب قيد التأسيس لمنها بنواري ومنها كريم طابو في حزب وانتقال الديمقراطي والديمقراطي هل ستطالبون في ضمن المقترحات كن بضرورة اعتمادها تلك الأحزاب هي احنا كجيل جديد كنا طلبنا واستقبلنا ممثلين كل وهم 17 حزب على قيد التأسيس نعم ولمعطوهمش يعني رخصة بش يقوموا بالمؤتمر تحوم محبش يعطوهم الاعتماد هي كان من المفروض يطبقوا القانون هذه يتكلموا ب تمدين الدولة ودولة القانون نشوفوا هنا تظهر باللي مكانش نية لتطبيق دولة القانون من المفروض هذو جزائريين حبوا يديروا حزب يخلوهم يعطوهم مدامرهم نادلوا سياسيا يطبقوا مع القانون يعني الأشياء في شافافية فشي طبيعي جدا أنه ربما في ندوة المعارضة نعود ندخل هذا المطلب كمطلب عام لتطبيق القلب انت مدام يعني ذكرت الندوة أنتم كنتوا في اجتماع أو الأمس الخميس قد تحدثت في شقة الاقتصاد عن قانون المالية وحذرتوا من وجود قانون مالية تكملي اللي راح يعني يزيد شد الحزام على الشعب الجزائري نعم شوف أنا عندها حوالي سنتين كدرت وحد المقال وكان وحد وزير جاوب على المقال ويكذب يعني كل أشياء هذه أنا عاود جاوبت له وقلت له على بلنا بل اليوم تقولوا بل كل يمشي يمليح ولكن في النهاية راح ينتقولوا أن الله غالب وصلنا لها يعني السلطة في عضمة تاخد الاحتياطات التحام مسبقا وعندها استشراف وعلى بلها وش راح يصرى ويعني نسيروا هذه تسيرة أماما نش نسيروا في قال حانوت بيسري بيع يعني أشياء بسيطة هذه ملايير دولارات ألف مليار دولار في درف 17 سنة شي يعني خيالي ما ديروا والو الآن دوكيشكي ويقول لك حنايا لازم نزير الحزام والشعب لازم يخلص ولكن هم عايشين وقالها سمحي لي وزير بوشوار باش نعطيه الاسم وقال لك حتى ب10 دولار مرحش يقيسنا المشكل الوكال البترولي لحق 10 دولار حالي بلنا ميقيسوهم شوما وما ميقسوش حقس شعب نعم اليوم جلالي سوفيان بعد مذافر واحد كان فيه لهجة حدة لخطابكم بالنسبة للسلطة بديتوا لعديد من المقترحات ربما وبعضها لم ينظر له بعين الاعتبار بعد مذافر اثنين حتصعدوا من لهجتكم الحادة بأنكم حتحفظوا على الوتيرة ربما نوعا ما متوازنة في الخطاب هي ما كانش يعني إشكال مطروح حول الحدة على الخطاب لا نحن نحاول بقدر الإمكان ومن الزاوية معنا الحقيقة لكن نحاول نقول الحقيقة كما هي كما نشوفها على الأقل الآن قلنا كما طلبوا يحيى أنهم يقولوا الحقيقة الآن وش رح المعارضة قلنا نحاول نبني الخطوة المقبلة يعني نجيب مشروع أكثر تفاصيل كيف شرح نقدرون نخرج من الأزمة التي رانا فيها الأزمة السياسية مثلا نقاط ربما كيف نقدر نخرج كيف نقتراح رانا نتحط ونتناقش وحوله هو ربما ولن نقدر نقتراح مشروع مثولي كما نقول تاعد دستور يعني بوجهة النظر تاعد تاعد المعارضة نرفض الدستور اللي تقدم بها السلطة لأننا نشوف فيها نقائص كبيرة يعني تقصد لازم نقدم بديل مثلا قال هاوليك الأساس ولكن نقدر نوصل إلى هذا البديل شيء كبير جدا أنا نشوف مثلا لكن سمحني سيد جلالي سوفيان ما تشوفش أنه الدستور آخر للمعارضة يعني دستورين في البلاد أمر غريب نوعا ما بالإضافة أنه الشعب رح يقيم عليكم الحجة أنه في الدستور في المشاورات على الدستور اللي قام بها أحمد أويحيا وجهت لكم الدعوة ونتم مرفض شوف شوف المعتنى وفهم بأنه هذه الحوارات تعويحيا وبن صالح ما كان ولو على بلو حنا لازم نوضح الرؤية تعنا مش رح نقول عندنا دستور ثانية رح نطبقه هذا غير معقول كان دولة واحدة ومهما كان رانا أمام سلطة أمر الواقع مش رح نخلقه يعني ثورة رح نقلبه البلاد لا مش من هذا الباب حنا لازم لأننا كنا نتكلم مقبلات على اختلاف الرأي في داخل المعارضة تسيقيا شي مهم جدا عندما لو كان نقدر نوصل إلى وثيقة لتوحد على الأقل مبادئ الكبرى لدستور ونوصل لفصل السلطات نوصل يعني كيفاش نوصف للمؤسسات إلى آخره هذا خطوة كبيرة جدا نعطيك مثلا شوف في تونس بعد ما قامت الثورة وسقوط النظام بن علي قعدوا ربع سنين باش وصلوا إلى دستور في ليبيا حتى الآن شوفوا الاترابات حنا لش رانا في راحة نتكلموا بكل رياحية ونحاولوا نصيبوا يعني المقاييس حتى الدستور تعني من 2011 شو نحن نتكلم عنه الدستور تعني لحذاك السلطات تكلم عليه هم يربحوا به الوقت ويخدموا به مش في نفس المنطق ما وش في نفس الدهنية إلى خيره نعم جميل هذه نقطة نقطة ثانية مهم جدا أنه نعطي بالتفاصيل لو كان غدوة المعارضة توصل للسلطة وش رح تدير في هذه المرحلة اللي نتكلموا عنها مرحلة انتقالية على الأقل على الأقل اللي يكون عنا مواقف نقدرون تفاوض وغدوة مع السلطة لأنه لا محال السلطة هدا رح تغير مستحيل تقعد هكذا هذا يعني ولا طولت في 2019 ولا برك ولا بودفليق يزيد يقعد العهد الخامسة والستة ربما يعني أنا لتما قلت لهم نغيرون بند واحد في الدستور نحيوا الإسلام دين دولة ونديروا الوثانية دين دولة ونقولوا أنه عبدوا بتفلقة نعم هذا ربما في الجانب السياسي رحوا الشغل الاقتصادي وشنو هي الحلول التي اقترحتوها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزاء شوف هناك نقاط حدا واستعجالية أولا هذا الاتكال الكل على المحروقات هذا ما بقاش عنده معنى لازم نعود نبعث من جديد بالمعارضة فقط يا أختي السلطة هذه من 2 سنة هم يهضرون على زوج حاجات سياسة ما بعد البترول وكيفش يعطيه المشعل للأجيال القديمة للشباب وقعدنا فيها يسمى خطاب نحن لازم نكونوا واقعيين وندخلوه في التنفيذ في هذه المرحلة تحديدا في التنفيذ إن شاء الله تسليم المشعل للشباب نتمنى أن يكون ونحن ومازلنا شباب أن نحن نكون جلالي صفيان خباراء واختصاصيين سياسيين يقولوا أن مستوى خطاب المعارضة يكون قوي إذا كان مستوى خطاب السلطة قوي هل ترى أنه هذا صحيح خطابكم قوي قيموا أنه خطاب السلطة قوي اليوم نقدر المعادلة نعكسها كذلك وشفنا بالحقيقة عندما نعكسها يعني عندما المعارضة صبحت عندها جدية وتدخل في الميدان الاقتصادي نتكلمه بالأرقام نعطيه حلول صبحت السلطة تحاول تدفع على نفسها وتحاول ترفع من المستوى ولكن لي للأسف المستوى قعد مستوى تعسل للو يحيى ما عندهم وين يروحوا هذا كوى نعم نشكر كثير سيد جلالي صفيان رئيس حزب جيل جديد وعضو بتنسيقية الانتقال الديمقراطي كنت معنا للحديث حول الاجتماع المقرر لتنسيقية الانتقال الديمقراطي يوم السابع والعشرين مارس الفين وستة عشر شكرا جزيلا شكرا جزيلا